السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطعم أطعيكم خسارة الوزن دون علم كما هي ولا معرفة تفاصيل ذلك أرجو منكم تابعة الفيديو إلى النهاية والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد يتفاجأ الكثير من الذين يتبعون الحميات الغذائية المختلفة بأنهم لا يفقدون الوزن الزائد بل على العكس يكتسبون بضع كيلو جرامات زائدة بالرغم من التزام بالكميات ونوعيات الطعام المحددة لهم بذلك الأمر يؤدي في الواقع إلى الشعور بالإحباط الشديد وفقدان الاهتمام بالتخلص من الوزن الزائد ولذلك سنوضح في هذا الفيديو الأطعمة التي تغيق خسارة الوزن دون علم أولا الفاكهة المجففة تحتوي الفاكهة المجففة على فواد غنية متعددة وبسبب غنيةها بالكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكساد تعززه من نشاط الجهاز المناعي والجهاز الهضمي كما تقيم من أمراض العزام وتحافظه على صحة ونظارة البشرة والجلد لكن هناك بعض المنتجات الخاصة بالفاكهة المجففة التي تحتوي على نسبة مبالغ فيها من السوق وتعتبر من الأطعمة التي تعيق خسارة الوزن لذلك عند شراء منتجات الفاكهة المجففة يجب الحرص على قراءة المكونات والعناصر المدونة على ظهر العلبة والأغلفة لتأكد من نسبة السوق لذلك عزيز المشاهد يفضل عند اتباع الحميات الغذائية استبدال الفاكهة المجففة بالفاكهة الطبيعية وتجنب الأطعمة التي تمنع خسارة وزنك بل وتزيد دون علمك كما لا يجب التركيز والاكثار المبالغ في تناول الفاكهة المناسبة للرجيم مثل الجوافع والبرتقال والطفاح ثانيا منتجات الألبان خالية الدسم من المعلومات الشائعة عند اتباع الحميات الغذائية هو تناول منتجات الألبان نصف الدسم أو الخالية من الدسم لأنها لا تؤدي لزيادة الوزن هذه المعلومة خالية تماما من الصحة لأن المنتجات خالية الدسم من بين الأطعمة التي تطعيك خسارة الوزن وذلك لأنها لا تمد الجسم بالشعور بشعور الشبع الذي يحتاجه وبالتالي يضطر شغل زيادة كمية الطعام المتناولة فضلا عن أن منتجات الألبان خالية الدسم يضاف إليها نسبة سكريات كبيرة لتحسين الطعام وهذا يعيك خسارة الوزن ثالثا إضافة السلطة الخضراء يعتقد الكثيرون أن السلطة الخضراء مهما اختلافت طريق تحضيرها أو المكونات التي تحتوي عليها هي وجبة صحية متكاملة تساعد على فقد الوزن بسهولة ولكن ما لا يعرفه البعض أن هناك بعض الإضافات التي منشعنها زيادة الوزن وتحويل طبق السلطة من وجبة صحية لوجبة دسمة تعيق وخسارة الوزن مثل الميونيز وأنواع الجبن التي يتم بشرها قطع الخبز المحمسة والمقلية وأيضا دجاج المقلية رابعا الأطعمة قليلة الدسم من الأخطاء التي ارتكبها من التبع الحميات الغذائية هو شراء المنتجات والأطعم المدون عليها عبارة قليلة الدسم في الحقيقة هذا الأمر هو حيلة تجارية تستخدمها الشركات لجذب أكبر عدد من المشترين لمنتجات باعتبارها أنها منتجات صحية ولكن حقيقة الأمر أن قليلة الدسم يتم استبدالها بعناصر أخرى ضرة تحسين المزاق على سبيل المثال السوديوم والسكر والسكر المقرر خامسا خبز الحبوب الكاملة من الأطعم التي تتعيق خسارة الوزن هو تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مثال زال خبز القمح الكامل والذي يظن العديد أنه سهم في فقدان الوزن الزائد ولكن هذه الأنواع من الخبز تعتبر من الأسباب الخفية وراء اكتساب الوزن الزائد لأن الحبوب الكاملة تحتوي على الجوليوتين الذي بدوره يودي لترصب الدهون وتراكمها في الجسم فيشعر الشخص بالخمول والثقل في الحرك وإليك عزيزي المشاهد أسباب غير متوقعة ضعيق خسارة الوزن بعض الأدواء على سبيل المثال العقاقير المضادة للتهابات بعض الأدواء على سبيل المثال العقاقير المضادة للتهابات ثانيا المستوات المضطربة للهرومينات في الجسم ثالثا مقاومة الأنسلين قابعا للترباط الهرمونية خامسا انخفاض مستويات الحديد والسلينيوم والزنك وكذلك الفيتامينات تؤدي إلى إبطاء نشاط الغضة الدرقية ثالثا مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك والغثيان وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو بذلك ندعوكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر